الصلاة خير من النوم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضول عليهم ولا الضالين آمين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنهم عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير معين فقال أحط بما لم تحط به ويئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيتهم كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيل لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهددون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تحكون وما تعملون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقف إليهم ثم تول عنهم فوضر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني أنطي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريد من الجن ألا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن لي عليه لقوي مبين قال الذي عنده علم من الكتاب ألا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه استقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي إذ يبن ولي أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غلي كريم قال نكروا لها عرش ما ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلها كذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وتشفت عن ساقيا قال إنه صرح يمرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الصلاة خير من النوم يوم من النوم ترجمة نانسي قنقر